اعتمد سعدة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم نتائج الدور الأول للمراحل الثانوية العامة والتعليم الفني والمهني والإعدادية حيث رفع الوزير بهذه المناسبة أخلص التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك المفدى لرعاية جلالته المستمرة للمسيرة التعليمية المباركة ولسمو رئيس الوزراء لدعمه الدائم للتربية والتعليم ولسمو ولي العهد لمساندته المتواصلة للقطاع التعليمي حفظهم الله ورعاهم وذلك بمناسبة ما تحقق من نتائج مميزة في الشهادات العامة بما يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به المسيرة التعليمية المباركة في مملكة البحرين مما كان له أبلغ الأثر في تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته كما توجه الوزير بهذه المناسبة بالتهاني للأبناء الطلبة الناجحين وأولياء أمورهم ومعلميهم بما تحقق من نتائج متميزة في الدور الأول من امتحانات المرحلة الثانوية مشيدا بجهود التربويين في الميدان في مختلف مواقعهم من قيادات مدرسية ومعلمين ومعلمات ولجان التصحيح والضبط والرصد وغيرهم ممن بذلوا الجهود الحتيثة لإظهار هذه النتائج في الوقت المحدد هذا وقد تقدم إلى امتحانات المرحلة الثانوية في المستوى الثالث ثانوي 6362 طالبا وطالبة وأظهرت نتائج الدور الأول في المستوى الثالث أن معدل نسبة النجاح الإجمالية لهذه السنة قد بلغ 96.4% ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة بعد ظهور نتائج الدور الثاني وفي نتائج التعليم الفني والمهني فقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات المستوى الثالث في التعليم الفني والمهني بمختلف مساراته 1657 طالبا وطالبة تخرج منهم 1015 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 61.3% كما تقدم إلى امتحانات الشهادة الإعدادية 11836 طالبا وطالبة وقد أظهرت نتائج الدور الأول أن معدل نسبة النجاح الإجمالية لهذه السنة قد بلغ 87.5% ويتوقع أن يرتفع هذا المعدل بعد ظهور نتائج الدور الثاني وقد ارتفعت نسبة النجاح هذا العام مقارنة بالعام السابق بصورة متميزة لدى البنين والبنان وقد بلغ عدد المتفوقين في المرحلة الثانوية في جميع المسارات من الطلبة الحاصلين على تقدير 95% فما أكثر للعام الدراسي 2018-2019 خمسمائة وخمسة وسبعين طالبا وطالبة منهم أربعمائة وطالبتين ومائة وثلاثة وسبعون طالبة ترجمة نانسي قنقر